أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة البالغ بمشروعات تحلية مياه البحر وضرورة إتاحة الأراضي المطلوبة لإقامة تلك المشروعات وخلال اجتماع بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية المياه أشار مدبولي إلى الحرص على سرعة تنفيذ محطات تحلية المياه وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص لكونها تسهم في توفير الاحتياجات المائية لمختلف جوانب التنمية حيث تم تخصيص ثماني قطع أراضي حتى الآن لتنفيذ مشروعات محطات تحلية بإجمال طاقة 804 ألاف متر يوميا